ونبدأ نشرتنا الرياضية مع آخر الأخبار المحلية واللي منها شهدت تدريبات الزمالك مشاركة أحمد فتوح وعبدالله جمعة في الفقرات الفنية والخططية بشكل طبيعي جدا وده استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز وده بعد انتهاء التنائي من أداء البرنامج التأهيلي والبدني الخاص لهم واللي تم وضعه خلال الفترة اللي فاتت استعان الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مع سيل كولر بالمباريات الودية اللي خدها فريق أوكلاند ساتي النيوزيلاندي مؤخرا من أجل متابعته قبل المباراة اللي هتجمعهم يوم 1 فبراير في كاس العالم للأندية بيواصل منتخب الشباب مواليد 2003 تدريباته في المعسكر المغلق في الإسماعيني استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية واللي هتنطلق الشهر اللي جاي في مصر بمشاركة 12 منتخب وهيخوض المنتخب الوطني للشباب المعسكر اليومي على الملعب الفرعي بفندوق الإقامة في إطار استعدادات الفريق لبطولة أمم أفريقيا اللي هتتلعب في مصر خلال الفترة من 19 لـ 19 فبراير والحد 12 مارس فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك فاز على سموحة بنتيجة 3-2 في خامس جوالات قبل نهائي دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 كمان نافذ فريق الكرة الطائرة في النادي الأهلي على فريق نادي بيترو جيتا بنتيجة 3-0 في نفس الجولة نجح أتلاتيك بليبار في التأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوز المصير على مضايفه فريق بالينيسيا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي اتلعبت مبارح ضمن منافسات دور ربع نهائي لبطولة الموسم الحالي 2022-2023 فاز ريال مدريد على أتلاتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة اللي اقيمت مبارح على ملعب سانتيجو أبرنابيو ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023 سجل أهداف المباراة كل من ألفارو مراتا في دقيقة 19 لصالح أتلاتيكو مدريد قبل ما يسجل المرنجي 3 أهداف متتالية عن طريق كل من ريدريجو وكريم بنزيمة وفينيسيوس في دقائق 79 و104 و122 على التوالي بالنتيجة دي تأهل نادي ريال مدريد إلى دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يكمل عقد المربع الذهاب مع أوسوسوانا وأتلاتيكو بيليو بار وبارشلونا تحدث بيب جورديولا مدرب فريق منشستر سيتي عن مواجهة أرسنال في القمة المرتقبة النهاردة في الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وقال إنها أكتر من مجرد مباراة ضد أرسنال وسنأخذ مباراة نهائية ونريد إثبات أنفسنا وكيف يكون مستوانا أمام الفريق الأفضل والمتصدر للبريمير ليج برصيد 50 نقطة وأشاهد كمان جورديولا بمسؤولي أرسنال لثقتهم الكبيرة في المدير الفني الحالي ميكل أرتيتا أرتيتا وقال كمان أرسنال يستحقون كل الإشادة لأنهم وثقوا فيه وحفظوا عليه عندما مر بأوقات صعبة مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع جمعنا وشازلي